في ظل استمرار هجمات الاحتلال التركي على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا واستهدافه استقرار المنطقة وبنيتها التحتية أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها لمثل هذه الممارسات المنافية للقوانين والمعاهدات الدولية لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أكدت في تقرير جديد صدر الاثنين أن هجمات الاحتلال التركي الجوية على مناطق شمال وشرق سوريا قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب مشددة على أن استداف أنقرة لمحطات الطاقة وحرمانها مليون شخص من الماء والكهرباء انتهاك للقانون الإنساني الدولي التقرير أكد كذلك وقوع ضحايا مدنيين في شمال وشرق سوريا جراء هجمات تركية وصفتها لجنة التحقيق الأممية بالموجهة ضمن نمط من الهجمات بالطائرات المسيرة اللجنة الأممية تحدثت في تقريرها كذلك عن الوضع العام في سوريا وقالت إن الأراضي السورية تشهد منذ تشرين الأول أكتوبر أشد تصاعد للقتال خلال أربع سنوات مشددة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية والوصول إلى وقف لإطلاق النار بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي وصفتها بغير المسبوقة التقرير الأممي المطول تطرق إلى هجمات قوات الحكومة السورية وروسيا على المناطق الخاضعة لسيطرة ما أسماها المعارضة واعتبر الهجمات بأنها قد ترقى لجرائم الحرب مشيراً في ذات الوقت لتداعيات حرب غزة في سوريا والتي أدت إلى اشتداد التوترات بين القوات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية وفق وصف التقرير كذلك كانت هجمات تنظيم داعش الإرهابي وسط سوريا أحد أبرز ما أشار إليه تقرير اللجنة الأممية الذي وصف استهداف المدنيين بالهجمات التي قد ترتقي إلى جرائم حرب مندداً في ذات الوقت بانتهاكات ترتكب قوات الحكومة السورية وهيئة تحرير الشام والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركية في المناطق التي تسيطر عليها يوار ربعنا يوار الله تذبحهم شكرا